عندما يستيقظ يغيز بجانب الملاك يشك للحظة كنه يعتقد أنه لم يحدث شيء وقال أنه سيكون قادرا على فهم أن الملاك يتعاون مع والدته ووالده يعيش بالتوازي وقال أنه تعلم الحقائق مع ساعي الذي يأتي المنزل ميرزا يتزوج ليل قامت ميرزا فقط بزواج أستعراضي أسهم الشركة لكنها تعتقد أنها تزوجت بشكل حقيقي باقتراح ليلة سعديت عندما تذهب ليلة لأول مرة إلى منزلها الجديد تلتقي بحماتها فرديس وإلتيس جول بفضل سكتمبر نورا تذهب إلى المستشفى وتلتقي بالطبيب الذي فحصها يغضب يغيز ويضرب المرآة ويذهب إلى نفس المستشفى لارتداء الملابس لكنهم لا يلتقون يترك نرمين وعبنان ملاك ويارمز بمفردهما في المنزل حتى يتمكنوا من البقاء بمفردهم والترابط الملاك يحصل على يجيز في حالة سكر يستلقي بجانبه ليل التي أذهلها عرض زواج مرزا لا يستطيع أن يفهم تسرع مرزا يحاول مرزا إقناع ليلة بفضل اقتراحات سعادة ليلة مرتبكة حب أحلامها يريد زواج منها يحاول التحدث إلى والدته وشقيقه واتخاذ قرار يقنع نورا إيل إرميل بالتحدث علنا ضد اغتصاب كوري أخبر ملك عدنان ونرمين أنهما إذا منح نفسيهما فرصة فيمكنهما أن يجعل يارمز يمسى شهر سبتمبر يقترب عدنان ببرود في البداية كنه يسمح بعد ذلك الدهون في حالة سكر إنه مليء بالكراهية ضد سبتمبر يتعرف مرزا على ليلة وشقيقتها دينيز عندما يذهب لمقابلة ليل التي تريد سعديت الزواج منها لإنقاذ الشركة وسوف تدريب دينيز إلى المستشفى تتعلم ليلة أن الجراحة تتطلب الكثير من المال في موازات ذلك يقترح على ليلة بسبب حالة مرزا سعديت الذي يتمثل طموحه الكامل في تولي إدارة الشركة يارمز الذي يشتبه في أن كورايا قد فعل شيئا شريرا لإرمل يذهب إلى منزل كوري بأخذ مسدس في يبه سبتمبر الذي جاء إلى هناك على عجل بينما كان يا إرمز يحاول إقناع كوري بلاعتراف بما فعله أجبر على الكذب على يا إرمز إذن يا إرمار الذي لا يدرك ما فعله كورايا في سبتمبر هل سيسلم ابنته بين يدي كوري؟ ميرزا الذي جاء إلى أنقرة كرئيس للشركة العائلية يطلب من جدته السيطرة على جميع الأسهم من أجل إنقاذ شركتنا من وضع صعب الجدة في ليسيتي لديها شرط واحد فقط للزواج من الشخص الذي سوف تظهر إلى نقية نقية الأبرياء لو يوليو علم نورا بحقيقة أن إل إرمز أخذ كوري إلى المنزل ليلا ولم يستطع استيعاب قبول أبنته لهذا يريد سبتمبر أن يخبره بما حدث بالفعل ومع ذلك من الصعب جدا إخبار شخص ما بما حدث مع كوري لشهر سبتمبر يريد يا إيمز معرفة ما حدث بين ديسمبر وكوري يا إرمز الذي لم يتمكن من العثور على الإجادات التي كان يبحث عنها في المستشفى يأخذ أنفاسه أمام كوري في الواقع عندما يعلم أن أوزان على قيد الحياة يحاول اللحاق به سيتم معاقبة فاتح وشول على ما فعله بعد سجن فاتح يأتي مرزا أتي إرمو أكلو إلى المنزل الذي تم إخلاؤه ويسقط في حياة جديدة تماما يتعلم نوران الحقائق حول سبتمبر وكوري يا إيمز أيضا يجعل التقدم حول السجلات في الواقع عندما يكون غير راض عن إعادته إلى الحياة يتعلم شيئا سيغير حياته كلها من ناحية أخرى عاد الشاعر إلى رشده وقلقه بشأن الحقيقة كنه تدهور من ناحية لا يزال يا إيمز غير قادر على فهم ترك الإرملة يقرر يا إرمار العودة إلى المنزل والتحدث كوري موجود أيضا وهو قلق بشأن العودة إلى المنزل في سبتمبر سبتمبر يكرهه حتى الموت لكنها تخاف أيضا من تهديده لم يحصل يغيز على إجابة مرة أخرى عدنان يجعله يشاهد تسجيل الفيديو لكوري وهو يدخل المنزل ويغادره في الواقع بعد جنازة أوزان لا يستطيع تحمل لانفصال ويشرب زجاجة من الحبوب ويمتحر جولييد مليئة بالغضب ضد أسلين يتغير برشين مع تأثير فقدان شاعر طارق وطفله على التوالي يذهب يا إرمز لطلب سبتمبر ويأخذ نيرمين وعدنان معه لكن سبتمبر لا يوافق على الزواج لأن عدنان يعرف أيضا الشر الذي فعله كوري به وهدد علنا سبتمبر يأخذ الفاتح أسلم بالقوة إلى فندق في أدانة لإقامة حفل زفاف دون تلقي خبر وفاة أسلم أوزان عندما علمت جوليدي أن أوزان قد ماتت ينهار عالمها يمرض برشين ويبدأ بالنزيف يا إرمز يجلب إيل إرمل الذي سقط في الفراش مصابا بالحم إلى منزل عائلته من ناحية تلوم يا إرمز نفسها على عدم قدرتها على رعاية أحبائها جيدا ومن ناحية أخرى تتحدث إلى عائلاتهم للموافقة على حبهم يا إرمار الذي لا يستطيع أن يغفر لابنته بأي شكل من الأشكال يأخذ إيل إرميل فاقد الواعي ويأخذها إلى المنزل قررت يا إيمز التي تعتقد أنها أقنعت عائلتها أن تطلب من والدها في سبتمبر في الواقع أثناء انتظار اتصال أوزان تنتشر الأخبار السيئة من السجن للاشتباه في أن أسليم حصل على دواء وهدية وداهم طارق منزل إرمول برفقة الشرطة عندما يعود يا إرمز من إسكي إرمهير يجد إيل إرميل في المنزل لكن سبتمبر ليس هو نفسه كما كان من قبل يعد مفاجأة لطيفة معتقدا أنه أساء إليها لكن سبتمبر تعيش أسوأ أيام حياتها بعدما فعلته بها كوري يجد عدنان المنزل الذي يختبئون فيه ويقدم عرضا لم يتوقعه أبدا عندما يأتي الشاعر إلى نفسه يرى الفاتحة أمامه يهاجم الفاتحة بتأثير كل الألم الذي عان منه لقد حان جوليدي لإنقاذ ابنها وقد أبلغ الفاتح الشرطة بالفعل سوف الشرطة الخاصة بك تحيط المنزل الشاعر لم يبقى له مكان يركض فيه لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات